الجفري بنجر حادث من راسه براه وكذا وكمان حادث قدسية يقول غالة على الجفري يقول في هذا المقطع قال ربنا قال يا عبدي أعبدني إلى أن قال فأطعني يا عبدي أهبك تقول للشيء كن فيكون عبدي إنني أنا الله أقول للشيء إذا أردته كن فيكون فأطعني عبدي أهبك أن تقول للشيء كن فيكون ودي من أخطر ضلالات الجفري والصوفية لأنه بيعتقدون أن شيوخهم بيقولون الحاجة كن للشيء كن فيكون يعني يبقوا شيوخهم في يعني مقام الإله آلهة مع الله سبحانه وتعالى وربنا قال إنما أمره وإنما دي آدات حصر يا جفري يا ما بتعرف لغة عربية بليد إنما أمره أن يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون دا 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 عقيدة يعتقد أي مؤمن في الله سبحانه وتعالى إن يقول للشيء كن فيكون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون دا الله ما ممكن الجفري ولا صوفي يسأل هذه المرحلة ما في حديث جفري كذاب أنت تكذب على الخلق وتكذب على الرسول وتكذب على الله كمان يا جفري يا صوفي يا مجرم الوقفة السابعة يحكي دا قبل الوقفة السابعة لو الصوفي شيخ صوفي بيقدر يقول للشيء كون فيكون يا جفري يا صوفي قل لي فلسطين كوني من غير اليهود فتكون مش خدمة قدمة للإسلام قل يا مسلمون كونوا أقوى من أمريكا وإسرائيل نبقى أقوى من أمريكا وإسرائيل ولا ما يعو كده دا كلام باطل وكلام فارغ ساك وصية القحطان الله قل كلما أنشدتم رحم الإله شداك يا قحطان اشتركوا في القناة